لماذا يربط الانسحاب الامريكي بقضية الاقليم؟ شنو دخل اقليم شيء كتب بالدستور العراقي بقضية استحقاق وطني كل العراقي اليوم يفرحون بالانسحاب الامريكي وان يكون العراق بلد دو سيادة كاملة هذا قانون الدستور اللي يتحدثون بالدستور خلي يعني فهموش شي واحد انه عدم تطبيق الدستور هو تمزيق للبلد هو تدمير للبلد فقانون الاقاليم يجيز للعراقيين ان يبدلوا النظام المركزي اللي استمر اكثر من 100 سنة تقريبا يعني تقريبا 100 سنة يحولوا الى نظام فدرالي طيب حتى لا يتصلط احد بعد على الحكم ويقصى الاخرين مثل ما صار الناس مثلا 20 سنة احنا تحت حكم احزاب طائفية اقصت المكونات واستهدفت المكونات والقرار السياسي بيده والقرار العسكري بيده واسدنا لاحظ احنا المهزلة ما الموضوع المقاومة ما مقاومة وميليشاة حقيقة اضحاك ليش اتذكر يعني مثل ما اشي سنة حسنا ما الله تتحدث عن الشرق لا 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 حقيقة حسنا لا لا التوصيف قاسي لا لا هذا هذا التوصيف قاسي انت تتحمل انا دحشي قوم انت تتحمل ايه لهم حق رد فضل فالمهم هذا موضوع المقاومة يضرب لي صاروخينانة ودي انتظروا رد الفعل الامريكي وهي رسالة من ايران وهي رسالة مدري من مين ولو تنطونا مناصب لو نهدد المطارات لو نضرب المطارات لو نضرب هذه هذه مهزلة هاي مو مقاومة مقاومة تهت بالعراق وكانت المقاومة سنية والكل تعرف هذا الموضوع واليوم السنة وعوا فهموا اللعبة ولا حد يتصور انه السنة هاليوم اعداء للادارة او للولايات المتحدة الامريكية لا خالوا بناخد ولا الولايات المتحدة الامريكية اعداء لا للسنة ولا للشيعة ولا للكرد ولا لأي طرف خلاف الولايات المتحدة اليوم وهي الشيعية السياسية فقط تعتبر جحود من الشيعية السياسية اللي مكنتهم من السلطة ومكنتهم من الحكوم تعتبرهم جاحدين بحقها لهذا لاحظ انت القرار الامريكي اليوم هو قرار ديمقراطي بتأديم الاطار قرار تأديم الاطار تأديم الاطار نعم لشي الاطار التنسيقي غير مؤدد هذا قرار الديمقراطي الاطار التنسيقي غير مؤدد بس خلينا كمل انت ما عرف جيش تستعجل على رسقك ما استعجل ولو كان القرار للحزب الجمهوري لكان رأس الخامنة هو الثمن ثق اليوم الامريكان مو شرطي الامريكان لعدهم مصالح بالعراق ويجوي بقرار سياسي وما تفضل بي لخ على قول استاذ عادل عادل عبد المهدي انا يأيد عادل عبد المهدي كلام دقيق لان الامريكان رجعوا للعراق بطلب من الحكومة حكومة نوري المالكي ووجودهم بالعراق بطلب حكومة دكتور حيدر العبادي ايضا بتأكيد من طلب من حيدر العبادي واليوم القرار مو بالبرلمان شو داخل البرلمان قرار حكومي قرار حكومي ولو كانت الحكومة جادة وحقيقة عذها جدية بهذا الامر كان تحدثت بشكل واضح وصريح الامريكان تحدثوا بوضوح قالوا لم نناقش موضوع الانسحاب لا انسحاب من العراق